وإدراك في كرة القدم بقى يا جماعة إذا كان المهندس خالد مرتاجي بيقولك النادي الأهلي اللجنة الرياضية أو لجنة الكرة أو لجنة التخطيط فيها فلان وفلان وفلان لازم أن تعرفوا إن الأهلي عمل لجنة كرة إمتى والله الأهلي عظيم بجد الأهلي عمل لجنة لكرة القدم 1916 بصوا تنظيم الإدارة في النادي كان عامل إزاي تاريخيا في 1916 تم تكوين أول لجنة لكرة القدم في النادي متخيلين 1933 قررت بقى الإدارة العليا للنادي إصدار مجلة شهرية لإسم النادي الأهلي كانت أول مجلة الرياضية تصدر عن النادي أو عن أي نادي في مصر أهي ده العدد الأول صدر منها إمتى؟ أول نوفمبر 1933 يعني لما تعملت مجلة الأهلي في الإصدار الثاني 1974 كان إحياءاً لمشروع تاريخي الأهلي عملوا في نوفمبر 1933 1934 1934 تاريخ مهم جداً بعض أعضاء النادي الأهلي قدموا مذكرة لللجنة التنفيذية في النادي اللي هو المكتب التنفيذي بصوا عشان تعرفوا عظمة الأهلي الأعضاء قدموا عايزين يعملوا إيه؟ قال لك إحنا نلعب الرياضة مش هواية الرياضة علم وعايزين نعلم الرياضة في مصر يعني ندخلها في الإطار العلمي بصوا الإسهام الحضاري والتاريخي لأعضاء النادي فتقدموا بطلب في 34 لللجنة التنفيذية في النادي اللي رفعت المذكرة لللجنة العليا اللي هو مجلس الإدارة تم عرض الفكرة في جلسة 2 نوفمبر 1934 صدر القرار بالموافقة إنه المعهد بدأ في الأول بدرس الألعاب المختلفة في النادي من ثاني سنتقرر إضافة قسم لتدريس التحكيم في كل الألعاب ده زي ما أنتو شايفين طيب ونبي أقول لي النادي الآن لما يبدأ علمياً بتدريس التحكيم إحنا النهاردة مش مدين التحكيم هذه المكانة وهذا التوقير وهذه الأهمية دخل في معهد الألعاب الرياضية ومدرسة الحكام في النادي 320 طالب في مختلف التخصصات والألعاب المعهد استمر تقريباً لمنتصف الأربعينات يعني قاعد حوالي عشر سنين في الوقت ده بقى الدولة قررت بعد نجاح التجربة في النادي الأهلي المعهد العلمي في النادي الأهلي عشان كده مجلس الإدارة الحالي وهو حاطت ضمن جدوى الأعمالي وطموحاته في المشروع الجديد انشاء جامعة للنادي الأهلي انشاء مدارس باسم النادي الأهلي هو ما بينطلقش من فراغ ده اللي بيعمله مجلس إدارة الكابت المحمود الخطيب منطلق من جزور بعيدة جداً جداً كان سالة 34 الأهلي عنده معهد علمية لتدريس الرياضة في النادي في مصر فاستفادت مصر من تجربة النادي الأهلي الرائدة وقررت الدولة إنشاء قسم للتربية البدنية في كليات التربية يعني كليات التربية قسم إنجليزي قسم عربي قسم جغرافيا وتاريخ قسم تربية بدنية بسبب نجاح تجربة النادي الأهلي بصوا قيمة النادي الأهلي عاملة زي في المجتمع عشان يقول لك حد بيعلمه الإدارة تعارفين إنه النقل إحنا قل له معركة بلوناكي المعركة التاريخية الكبيرة اللي الأهلي طهر بيها اللجنة الأولمبية الدولية من الوجود الأجنبي الممثل لمصر وفرض الشخصية المصرية محمد طهر باشر لكن كمان 1947 لحظة لا تنسى في تاريخ الأهلي والرياضة في مصر النقلة الحضرية الكبيرة إن النادي الأهلي قرر يوم 3 يناير 47 يعمل تعديلات على لايحة النادي خلينا بس إيه حط سطر على اللي فات لإن ده صفحة من صفحات التاريخ المهمة جدا 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 في هذا القرار برضو النادي الأهلي والله أستاذ إبراهيم أنا يعني أسلمك شارة القيادة وأنا سعيد بالسرد اللي أنت بتقوله الله يخليك يا أشماندس سنة 3 يناير سنة 47 الآله بيعمل لقطة من لقطات التاريخ المصري المرأة المصرية بتحصل على العضوية العاملة في النادي لأول مرة في تاريخها وتاريخ الأندية عشان يكون يوم 3 يناير 47 يوم تاريخي للمرأة في مصر خدت حق الانتخاب في علاقتها بالأندية زيادة الأهلي أو ريادة الأهلي للرياضة البدنية النسائية بدأت من تأسيس أول فريق نساء الكرة السلة بصوا يعني أنت مش بس تديت المرأة حق الانتخاب لا ده انت تديت كمان الممارسة بتغير ملامح المجزيرة على ذكرة نادي الجزيرة الملاصخ للنادي وهو برضو بيضم الطبقات الأرستخراطية منذ نشاته قد هذا الحق للمرأة سنة 1952 بص الاهلي سبق كل اللي حوالين منه قد إيه في يناير 47 اتأسس فريق كرة السلة النساء في مصر بصوا بقى فكرة أن المرأة حقها اتمرس الرياضة بصوا النقلة الحضارية للنادي الآل في مصر اللي بيغير المجتمع من منتصف التلاتينات فريق كرة السلة ضم مين نفيسة الغمراوي عظيمة الرياضة المصرية النسائية دي الرائدة ضم على سبيل المثال بس نفيسة الغمراوي كانت سباحة مسافات طويلة بصوا بقى فريق كرة السلة مع نفيسة الغمراوي فاتحية سليمان انعام سعيد ليلى الصرفي فاطمة يحية عائشة عثمان اعتماد الغمراوي فاتحية مذكور وعائشة مراد وأختها إحسان مراد اللي هي مين الاسم الأخير ده لازم أن توقف عنده إحسان مراد اللي بعد كده اتجوزها الفريق عبد المحسن كامل مرتاجي رئيس النادي لاحقا واللي قد النادي الآلي المهندس خالد مرتاجي أنا بس عادي بصوا الجزور عاملة ازاي يعني حرم الفريق مرتاجي كانت لعبة في أول فريق لكرة السلة في النادي الأهلي نفيسة الغمراوي ليه أنا بقول لكم نقف قدام هذا الاسم شوية عشان نشوف عملت ايه في الرياضة المصرية صدر نفيسة الغمراوي يا جماعة أول سيدة مصرية تسبح مسافات طويلة سنة 38 قامت عامت من دميات لرأس البر أسست أول فريق للكرة الطائرة للسيدات في النادي مرسة ألعاب القوة والهوكي كانت دي كشكول الرياضة في النادي وفي مصر كانت تاني سيدة بتقود طائرة في تاريخ مصر بصوا التنوع تاني سيدة بتقود طائرة بعد لطيفة النادي أصبحت أول عميدة زي ما الاهلي أسس لطفية النادي أول عميدة لمعهة التربية الرياضية للفتيات أنشأته نفيسة الغمراوي 1947 يعني كلية التربية الرياضية بنات اللبنة الأولى لها رائدة الأهلي وعظيمة الرياضة في مصر نفيسة الغمراوي شفت تاريخ أنصع أو إسهام حضاري كبير للبلد في جزور هذا الوطن أكتر من اللي النادي الأهلي عملوا من التمصير لطرد الأجانب لتأسيس الاتحادات من عدم لتحرير المرأة لممارسة المرأة للرياضة لعلمانة الرياضة أنك أنت تبدأ تعمل معهد لتدريس الرياضة في النادي ده كان الجزء الكبير جداً اللي النادي الأهلي عملوا ونتيجاً للدور التاريخي لرياضة الكرة النسائية تم تشكيل أول وفد نساء مصري شارك في مؤتمر التربية البدنية الدولي نفيسة الغمراوي عميدة معهد التربية الرياضية للفتاءات عائشة مراد وكلة المعهد واللي اتنين كانوا من بنات الأهلي طبعاً سالة اربعة وخمسينة باشموندس نفيسة الغمراوي رشحت نفسها في انتخابات الاتحاد الهوكي بصوا بقى عشان تكون أول سيدة تترشح في انتخابات الاتحادات الرياضية طبعاً كانت نفيسة الغمراوي هي المرأة الوحيدة اللي رشحت نفسها في هذه الانتخابات واترشح مع نفيسة الغمراوي من الأهلي محمود رقفة وده واحد من عظماء النادي والرياضة وبعد كده أسس رياضة الشركات وكان له دور كبير جداً الدكتور محمود رقفة والدكتور نور الدين طراف اللي كان واحد من كبار رموز النادي الأهلي وزير الصحة دكتور طراف كان عضو في البرلمان سنة 45 كان عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي من سنة 47 لسنة 52 كان وكيل للنادي سنة 64 نفيسة الغمراوي على منصب الوكيل أسفرت انتخابات الاتحاد الهوكي وقتها فاز الدكتور طراف بمنصب رئيس الاتحاد ونفيسة الغمراوي أصبحت وكيل الاتحاد ومحمود رقفة سكرتير عام الاتحاد وأصبحت نفيسة الغمراوي بنت الأهلي أول سيدة مصرية تدخل انتخابات اتحاد رياضي فيك يا مصر وأول امرأة مصرية تنجح وتصبح وكيل اتحاد رياضي في مصر كأول واحدة تعمل للعملة ديت اتحاد الوكيل